يعد استمرار نشاط الرياضي في المناطق المحررة أمراً في غاية الأهمية ولا يقتصر ذلك على لعبة واحدة فقط أو فئة دون أخرى ومثلاً طلاق دوري بالقيس لكرة القدم فرصة ذهبية لأندية عدن العشرة الأساسية من أجل إعادتها لأجواء المنافسات الرياضية بعد أن اقتصر ذلك خلال الفترة الماضية على الأنشطة الرمضانية ودوري الفقيد المريسي لكرة القدم تلك الأنشطة عادة ما كانت تقتصر على فئة الكبار على الرغم من أن تنظيم الأنشطة للفئات العمرية أمر في غاية الأهمية حيث تحتاج بلادنا لاكتشاف المواهب الرياضية في هذه الفئات ورعايتها وسقلها وذلك لا يكون إلا في تنظيم المسابقة الرياضية باستمرار وبالتزامن مع انطلاق دوري بالقيس لكرة القدم الذي يشارك فيه الفريق الأول لأندية محافظة عدن لشن مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة دوريا آخر خاصا بفئة البراعم ويهدف دوري البراعم لاكتشاف مواهب كرة القدم في عدن من أجل رفض المنتخبات الوطنية بعناصر تستطيع تمثيل الكرة اليمنية بشكل أفضل ولم يقتصر دوري البراعم لاكتشاف المواهب من اللاعبين فقط وإنما مثل فرصة مناسبة لتطوير حكام كرة القدم المبتدئين يدير مباريات دوري البراعم حكما مبتدئين تحت إشرافية جنة الحكام العليا في الاتحاد اليمني لكرة القدم وتقام مباريات دوري البراعم للفئة العمرية من الثاني عشر وحتى الرابعة عشر سنة بالتزامن مع مباريات دوري بالقيس حيث تلعب مباريات فئة البراعم قبل مباراة الفريق الأول ويشارك في دوري البراعم جميع الأندية المشاركة في دوري بالقيس لكرة القدم عد فريق شباب المنصور الذي اعتذر عن المشاركة وحل بديلا له فريق مركز اتحاد المنصورة